اشتركوا في القناة شكرا للحضور ديلكم اللي جيتوا من مدينة الريبات تلباب سبتا فشكرا كذلك الرجال الامن شكرا للسلطات المحلية اللي متواجدة هنا في هذا المعبر الحدودي هاد شي اللي وقعه في صراحة انا غن نتكلموا عليه بكل صراحة احنا مغن نحذروا شي حد ولا نكذبوا على المغاربة ولا ندوا نحذروا في المسؤولين احنا جينا هنا باش نقولوا الحقيقة الوجود دينا هنا اليوم جينا كانت ضامنوا معا كذلك مع هاد رجال الامن اللي هما تقريبا تكلمنا معا مقبيلة كي اللي ضرب هنا خمس ايام ست ايام سبع ايام سكين في واحد الحالة يعني هاد الناس هادو الدنب دي لهم مديني انت الدنب الدنب الواحد ان الحكومة فاشلة بكل صراحة الحكومة يلي ولدت هاد انفجار اللي كينا هنا احنا ضدو لكن المغاربة تقهروا المغاربة تقهروا من الغلاء احنا مش غنشجعوهم باش يجي ويهاجروا لكن نقولوا احنا متبشي عن شي طبيب راخصك الدوز ودير تحاليل ودير راديو باش تعرف المرد من جاي هاد المرد من جاي جاي من الغلاء هاد ولدت صغار من اتي رو هاد الحريق وهاد المصائب رابو اهتي رقا دائما كي تقتي الدبز مع الام ديله على الصيار على المصروح ميك تلقى تدجاج خمسة وعشرين درهم مك ينشتفص بليون ميك تلقى لحم مية وعشر درهم مية وعشرين درهم مية وعشرين درهم مية وثلاثين درهم يعني لحم شكل اخي قدر يأكله دابا الوليدة الصغيرين ميك تكونوا مع وليدهم رأى الام دائما تقول لي خصك تصير راشل المسكين المغريبي رأى التقهر يعني ذاك الماندالة اللي عنده رأى ما كافيهاش زادوا كملوا علينا الشركة ديالما وضوتا هما تمنا مية درهم تسعمية بحل كاري يعني هادشي كله رأى تولد هادشي كيلران اغنشي نقولك هادشي كله كله تخلق تخلق من هادسير ديال هاد المسؤولين اللي عندنا في البلاد بكل صراحة احنا ما شيلاش هنا باش غادي نزينوا لهم الوجه ديالهم المغربة كلهم عارفين كل واحد عارفين الوجه دياله الحقيقي المغربة كلهم اليوم متافقين على كلمة واحدة انهم مع جليلات المالك محمد السادس نصر الله اما الاحزاب ولا المسؤولين الناس رأى صافراتي تبرقوا منهم وكانوا يخصهم يحشمون كانوا يخصهم يحشمون واش واحد ما تيبغيكش واش شعب ما تيبغيكمش علش ايش تبقي تديرو هنا يا انتم قدموا استقالاتكم بصير بحالكم انتموا فيشلين بكل صراحة الناس فيشلين تتلقى مسؤول في شي بلاسة عجبة هي الطموبيل وهدو كل الناس الاسلامات وذلك شي ديال بسالة كي يجي ما كي يصنع ويلو في البيرو ويخرج عو تاني بشي تغدى ما سانعو له هذا ولا يجا في الخطاب لجلالة الملك قال لي ما كيفاش الانسان ما كي يدير والوكي بشي يوقف سطوب قدم الناس ويديط موبيل ديال الدولة والمصاريف والمصائب ويقرر ولادو شوف انا نقول لكم بحال القادية قليل لي بقي تغير على هيد البلاد انا نقول لكم بكل صراحة اي مسؤول اش كي يدير اول حاجة يشوف ولادو ولادو كي قررين بره يعالج بره كانت تلقى وزير الصحة والله ما يتعالج هنا في المغرب ما تلقاتي مش يتعالج بره عارف عارف حالكي الكذوب هنا وهنا المسؤولين خصهم اما اذا كانوا بغيين يخدموك مرحبا بيهم كانوا بغيوا يبقوا يتلاعبوا مع هيد الشعب المغربي وهذي التيقة اللي دار فيهم جلالة الملك خاص بيخوه علينا وخاصنا نكون لحاجة نحط النقاط على الحرف احنا هاد المأساة ره شوات بلادنا هاد الشي اللي وقع هنا ره بحل المغرب ره ما فيه مجاعة ولكن الموج كيل فين كين كيل الغلاء كيل الغلاء كيل النس تأمروا ونزيدكم واحد نقطة غذية تسمع استاذ هذو كالشركة ديال البيض نعطيكم ديب احنا نقطة بسيطة الشركة ديال البيض واش بمال المصانع ومال يحددوا الاتبان التمن كي يضربوا بسكراب الليل ويقول لشنو غن ديروا البيض ثمانية عشرين ريو ثمانية عشرين لمغاربة يأكل بثمانية عشرين فينا هي الدولة فينا هذه المسؤولة فينا هذه الميزانية اللي كتخرج كتأتي خلصوا بها مراقبة وليجان وكذا 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 ما كينيج احنا ربا بعد المرة كتشوف تدقل وقيا لما كينة تلجنة في المغرب ولكن في قدام الصحافة وفليب بلاتو احنا حاربنا ما حاربنا يركضوا حاربوا هاد الشركة ديال مولا بيض بعد تالة ملقاش المغربي مياكل غاديمشي يشري جوج بيضات بحل كنتنا عارفو ما طيشة وكذا وغايد يغييو كل ولاده وغايا كله والبيض والتي دير تلاتين ريال واشنو كاي بيض لينة الدهب فهمتيني هادو كل مجموعة اللي كي يهوما اللي كي يحدو الأتمانة خاصة من التابع وخاصة من التحاسة وخاصة من اللجنة خاصة اللجنة تكون محايدة اللي كيتحدد الأتمان لا ديال 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 البيض شكو اللي تيحدد هاد الأتمان هاي تيحدوهما هو اللي كي ينتج هو اللي كي يحدد تامان والتحاماو على هاد المغرب والتحاماو على هاد المغرب هادو ما بقي لاش عارفين هم واش معانا ولا هاي وجايبين هم شيقنت مسخط واليدين عارفين الرأس مشين وديرين باسبورات عندهم ديال الخارج ديال 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 دوال واحدة أخرى الفلوس ديالهم كاتت مشي للخارج ولادم تيقرهم في الخارج هو قاعد هنا هات يسرق ما يمكنش حنا هادش يكون لو شنو كيدير هاد رجال الامن شنوnek شنو الدنب ديالهم هاد رجال الامن شنو الدنب ديالهم السياسة ديالهم فارغة هم لا كي تحملون المسؤولية ولكن هما كي يخليو للرجال الامن والدركى المالكي مع المواطنين المغريبي بالعكس هادك الامني هادك الامني ولا الدركي ولا هادك القوة المسعيدة هو جيبواastic هاد درر ما كي يلقع اموال الشركة ديال ريدال وهاد العجب ديال مو الدوكة الجيك الف درهم ما عطيش izquierد ضرهم بطاعة تبريد درم هادك 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 السيد هل هو بوليسي ولا ايوة مسؤولة انا اراه جيبوه انقص يعني ته المصاريف اراه تهوه ولا عنده مشكل ولكن هو تدير خدمته يعني قصي حارب الجاري مالمون دماغ قصي حارب الهجرة السرية ولكن هو من داخل دياله تقول لك هاد الشي راما راموش تيجي وثلاثة ديال بوليسي نهارا مع واحد الوليد يعني وليد صغير عنده عشر سنين تهوه ولا عنده فكرة ديال يغادر هاد البلاد هذي راه مشكلة صراحة ما ما كذبش عليكم هنا ضد هاد الفكرة لان هاد رجال الامن كي ديروا هاد الدور ديال مهمارا ربي يتيعلم بهم كل صراحة تحيين الادارة العامة الاموطاني والدارك المالكي والقوة المساعدة لان هاده هوا هاده اولاد الشعب احنا احنا كيجيو عندنا ناس دابا انا نقول لك واحد القادية والله يلا تموتين بالضحك والدي ولدي ولدي تهوه قالك بغي حرق والدي صغير ما عندك قصواله والدي فكرة عنده وقالك اللقصي حرق هادوك الناس تيعطوه الحقوق التطبيب كين كاده شوف ما ش ربي ورا شوف هادوك خطير مغي قولولو ليزا الصغيرين تكون عندما الفكرة ديال الناس تحذيق بينما لاين تتجوش المغربerta یا ماكين اراه المغرب تا و Breathsdが一قدم وتعرف رسول اقراره ما عاديش يخدم رسل قنات عاجلك واجمتكvisor وتعرفوا هاد القادية ورا ماكين انا اخبوك صاحبكخون وقلون Metaqänge ميكتل القنطاق الجامعات الجامعة ديال الاسساعد الوطني وخاصة المدينة ديه ماش شي مشكون كيحطيه الجمعيهات كان مصيمة للجمعيات هل مئتين مليون اه خمسين مليون ثلاثين مليون وشنو كيديروا هذه الجمعيات؟ ولا ولا هنا الناس اللي كيشدوا المال ديال العام ديال الدولة المال ديال الدولة ماتقشات سيني هادا مول الجمعيات صاحبك عطيه خمسين مليون هادا ودوز عنده من بره خرج عودة افمتي احنا عقنابي ومغير باع عاقب دابل دابل احنا اللي اللي بغينا نوصل له هاد الرسالة من هاد باب ديال المعبر الحدودي بسبتان احنا رسالتنا المسؤولين يحنوا على المغاربة 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 انا بطالبي ايج بزيف طالبي اللي هم شوية ديال تخريط في المواد الغدائية احنا كنشوفوهين مول الخضراء مول الخضراء كي شري سات يشري كيلو باربعة درام كي بيعو تمنيت درام اعطار اسلمال الف درام بغي الف درام الف وخمسمية درام تحنونا احنا تحنوناها احنا تحننا بعضياتنا رعنا نسا معي هادوك الاخ نوش ولا المجموعة احنا تحننا بعضيات احنا ما كنرحموش خوتنا احنا متنشدوا واحد السلحة كان بدون متلو عليها وما كيش مراقبة ما كيش مراقبة انا تنقوله وماقي تنقوله كل مدينة عندها مراقبة ولكن همم يتبغي يخرجوا راقبو تي علمو اصحابه احنا خاصة مراقبة يجي من المدن خاصة شي يدري اعادة النظر مراقبة اللي غتجي فتطوان تجي منكازة ميكونوش عارفين دبرا هالناس را عندهم تليفونات را ما يتجيوا هايشي لجناعة القائدرة كيلا مقدمين تي عيط اشوف حيدي هاديك احنا جايين عندك احنا احنا خاصة ليجان تكون تجي سريع ويجيوا ويتابعوا هاد الغالاء الاسعار لنا المغاربة انا تنقول لكم كل صراحة انا تقارت انا تنلحم مدبز مع هناش منهار غلاو انا مدبز مع الدجاجة والبيض تنشوفو احنا انا كنت متبع الميلف ديال الموال البيض وواحد عنده كوري ديال البيض هو ولا تعطي حدد الاتعاب الربعين مليون ديال المغاربة ايدان هنا كين تقصير بك نسمعو احنا تلقوا ويزارات ايه في المباني والمؤسسات وكذا وكذا وفي الخرمة القوش اللجنة اللي كترقب الاتمان الاسعار رايان عيبة اه الناس انا نقول لكم كل صراحة اه مغاربة عارفة اللي ما نكتبو عليه ما نتقلو عليه ما غدين مغاربة فاهمين وغد يفهمونا شو تنقول احنا انسان انتو ما كتشوفو المغاربة دايزين من هات الجبال هادو عدنا فيادانات عدنا ناس في حوز باقين مسكنوش باقين في الميكا ودير انتع حفل ديال الرقص ايدان هاد الناس اللي مامعانا والله ما تحسوا بالمغاربة والمغاربة خاصة بتوما يردوا البال الناس اللي ماتي حشوش بكم ما تجيوش انتخبو علم ميتين درهم تلتمية درهم راه الفالطة في كينا راه في المغاربة اللي كي شدوه ما شاء لكل شي تنادرو ولكن احنا هذك الظاهرة ديال ميتين درهم خمسة الف درهم اربعة الاف درهم رانتو مكتساهم على هذا الوضع هذا الوضع مين جاي مين جاي مين ولي يتصغير ورغي يحلم باوروبا شنو غادي اللي غي يجي من بعدنا احنا يا شنو غا نقول له وراء لا لقاوش بونا سابر بغي بقى تواحد انا ما هي بقاوش ونا رقيت ناس كبار قال لك الله يلو نمشي وحارق وتحنا يعني الناس ولو بغي هاد الحريق هدا هاد المرض اللي في الاخوتنا المغاربة اللي مسكن هاد الازمة وهاد المصائب اللي وقع الخوتنا المغاربة المغاربة كلهم كرهو وبين وبينك ونقول لك واحد القضية يا خاي بكل صراحة بغي نذاك الوزير يجي ويتقادها تاوت تلاف درهم يولي السيكوريتي يعطيه الفين وخمسمية درهم ها وششنو غا تدير ليه ششنو غا تدير ليه وتلقاه كاري والمرض وكي المصائب ده باو تموان لما جابونا بعدها بس اللي جابونا المخانز كوي تخلصوا الوين بفتامان والمخانز زي نقصونا التامان فيه ولا لا الضوء ولا بنا دمحلة كاري ب الف وخمسمية درهم الاف درهم من عند ريضال وعاد زي الدويات وعادة دمول الصيدالي اللي كيربعوا 80 في المية 400 في المية ما تكيشي واحد كيحن على المغاربة على المغاربة خاصة ملحانان انا نقول لكم بكل صراحة لخصوية دير لخصوية دير احنا هاقي اقتراح كهيئة حقوقية وكغيرين على هاد البلاد وعلى الملك نقياك خاصة تكون مراقبة لماذا كتتتصور دي بانتها كتتشي الفورماسيان شكل بقيقي قدرين شيري الدواء كتشعر طبيب هاد تقول لك 300 درهم 300 درهم باش تدوز بنادم مريض وتي تيموت تقول لدير البصلة هذه الخيار دير هادي وتي بهاك كمسكين وتي تعالج المغاربة على تاني تشوفها القادية المغاربة وتي تدحكوك يديرو ها سنانهم ساكن كلهم مشاوه الطبيب دي السنة تبقى الفين درهم السنة خمسة الاف درهم اربع الاف درهم لا لا مانا ما دورها عصب حنا تبقى نحضروا على العصبات الموندامة هادورها ما العصبات الموندامة رفيها اطباء تبغي تحيد تاحبوب من هنا يطلبوك ربعات المليون تام عندك شعطوك ربعات المليون خليتك الحبوبة تم وتي دخلوك التمو والراديونات وهادي متفقين متفقين على المواطن المغربي انا هضروه بكل صراحة المغربي رفي معطى رأسه انا واحد سيدة عادت عليها في قبيلة في سبيطار موليا عبدالله لو حوا سبعة تسويع ويها مخنوقة هي من الاكشيجين باش يديرو لها اربعات تسويع المرات خمسات تسويع ونتان عايت عليها ولو ما كيش اللي يحقل عليها والاخرين تايدربوا القوارة لك الطبا وتي مدغوا المسكار انا انتا نقول هادو ما عندما علاقة بالمغرب ولا المسؤولين انتا مو ممسوقينش الحل الوحيد الحل الوحيد شوفونا المراقبة ديال الاسعار مراقبة الاسعار الخضراء بنا كيش يجيب ميكا ديال الخضراء ميكا ديال الخضراء كيش يجيبها مية درهم وهو ما خدمش مية درهم بدك سيد كاللي عنده ربعة الولاد خمسات كاللي مراد كاللي عنده واحد الولد معاق كاللي بزاف ديال الحواج يلا بغينا نصلحوا هاد البلاد هذي خاصهم يراقبوا هاد دكاتيرا هاد صحب الفرماسيانات هاد موال السنان اللي كي ضربوا عشرين مليون فالنهار كي ضربوه واما الدكاتيرا كيضربوهربعين مليون فالنهار اللي يقرأوا فاد البلاد هذي ارا انتميك تيتها تقريات الدكتور اراها ابواتنا وعمامنا هم ملك انت يزرعو لك ماطين شنتا باش تاكلها وماش يزرعو لك هادك التحين فمتين هادك الزراع و هادك الماكلة و هادك الجاجة و هادك البقرة باش نتا تقرأ و تجي انت تأخذ دكتورة و تجي تتاقم من الشعب المغريبي رخاص المغاربة هال مودي اللي سنتكلموا عليها محاربة ديال هاد الناس انا ما نكذبش عليكم بكل صراحة المغاربة باش يفهمون رجال الامن رجال الامن و مشي تنحزرون و انتم ما عارفيني يعني الصراحة تنقولها رجال الامن راها ادخدمتهم اياي حاربو هادك الهجرة اي لا وقعش استيضام و لا وقعش حجرة عادي انتم ما كتدربوا بالهجرة هادك البوليسي رتاك و تيطاك على رأسه و هادك البوليسي رأخوك و رأي عمك و رأي ولدك فمتيني يعني رماشي بران يحلق بله درنام عمانية كلهم سكن هما 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 براسم هما تقهروا بالغلاء ايه لا نقول نشوفه احنا ما نقولوش كلمات الحق نقول الله احنا عشنو غن ديروا وقفهنا ولا غن ديروا وقفهنا انا ما امكانش وارا الدولة قصت تحركوا احنا رسالتي نقولك من هنا انا رسالتي رسالتي لجلالة الملك باش ياخد واحد المبادرة ويعطي واحد تعليمات صارمة المغاربة كلهم كي تسنوه كل صراح ما بقوا يتقوا التفوح اما تقالي يلا فلان ويلا فلان انا نظر معكم من اللقر احنا راح نتنعيش مع المواطنين المغاربة وتنعيش مع الناس المستدعافين والناس الفقارة والناس المراد راه الناس ولو تايقين في جلالة الملك ويطلبوا بجلالة الملك وانا من هاد المنبر كان طلب جلالة الملك باش ياخد شي مبادرة هاد الحكومة لما كان صالحة جيبوا ناس اخرين شي واحد شي مسؤولية ما اخدم شي يمشي بحاله كين ينرجى اللي باقين يخدموا في هذا البلاد شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة